نبتدي حضراتكم المشوار عايزين كورة؟ عايزين دوري؟ اي اصلاح في استحمال؟ لو هتفتكروا ان ياسر عبدالروف ده معا عصاية سحرية لو هتفتكروا ان جمال علام ما اخذ قرار تغيير اللجنة هنسحى الصبح نلاقي كل حاجة كويسة كل حاجة في الدنيا هتاخد وقت لازم نتحمل ونستحمل مع بعض لازم كل الدنيا مبارع على السوشيال ميديا قيمة وبتتكلم على ضربة الجزاء محدش ليه حديث غير على ضربة الجزاء اللي في مبارات الاهلي وزد وابتبه في ناس على بعض المواقع نخش ونتكلم ان البنة نادى محمود ناجي ومحمود ناجي مراحش طب البنة ما نادهوش محمود ناجي استنى ان البنة يناديه طب البنة قال لك يا عم خليني اروح سليم وقال للمقربين اصل انتوا شايفين المشاكل لا في موضوع تاني اهم ان البنة قال ان انا لقيت اجيب ونتكلم فحاجة تطلع فتبقى في الامور امور من وجهة نظر النادي الاهلي خلصة المباراة وقسب النادي الاهلي والف مبروك وكولر قال ان هي مباراة يعني ليست افضل شيء فنيا ولكن المهمة ثلاث نقاط من وجهة نظر زاد شايفين ان كان في ضربة جزاء مستحقة او ان هما بشهادة الناس كلها ان ضربة الجزاء دي كان المفروض ان يعني يحصلوا عليها والكسة واضحة كل واحد وكل نادي بيشوف من وجهة نظره طب الحقيقة فين او الصح في النهاية فين هل فعلا محمود البنة هل محمود ناجي انتظر البنة يقول له هل ما شافش كويس الموضوع ايه او الكسة ايه انا حمفرد مع حضراتكم برأي الحكمين ومسمعتش من حد انا قبل الهوى اعلاميا كلمت الناس كلمتهم مشكورينا احقق كياموا رد علي واتنقشنا كابتن رأي حضرتك ايه رأي حضرتك ايه ورسالة لان دي في النهاية امانة محمود ناجي بيقولك انا واقف عالكورة وشايفها كويس وده قراري معنديش شك ومش مستني البنة لو البنة كلمني ده موضوع تاني بس انا لا فيه تردد ولا فيه قصة انا شايف الكورة وراكب وشايف الكورة اخذها الراجل يعني بطريقة ما توحيش ان هو ياخد ضرب الجزاء نخش على البنة انا اتكلمت مع الكابتن محمود البنة بوضوح قال لي بص يا كابتن انا شايف الكورة كويس شفتها كويس جدا ودي وجهة نظري وده رأيه دي وجهة نظري وده رأيه لا فيه نانة تردد ولا فيه تشكيك ولا فيه اي مشكلة ولا هي كورة صعبة بالنسبة لي ان انا اخد فيها قرار وكل حكام زي ما كل الحكام هنا في مصر قالوا ان هي ضرب الجزاء في حكام في برامج جابوا حكام من براء قالوا مش ضرب الجزاء فدي وجهة نظري انا وجهة نظري انا في الاخر بني ادم اصيب اخطئ دي وجهة نظري لا ضغط ولا انا مثلا حكم صغير ولا اي قصة ولا موضوع ان انا ما جيبش الراجل ولا جيب الراجل ولا شوف ولا بص ده رأيه واضح كل الكلام اللي بيتقال ان البنة قال للراجل تعالى اصلي مراحش ايه لي اصلي يقول اصلي يتكلم كل ده حضراتكم كلام مش مزبوط مش مزبوط نختلف مع اللعبة هنفضل نختلف لنهاية الموسم نختلف ان زد لي حق ولا مالوش خلس الماتش انتهى الماتش فاز النادي الاهلي كسب النادي الاهلي هارد لك لذات خلس الموضوع البنة ده اللي احنا بنتكلم عليه شخصيته ايه يعني حكم ايه البنة حكم كبير وشخصية ناس احتمال تستغرب الكلام ده البنة حكم كبير في التوقيت ده البنة ما هون يطلع البنة ويتقطع هذه وجهة نظره في حكام تاني من برة تلع قالوا ان هي مش ضار بالجزاء والبنة بيقول لك انا مش ضار بالجزاء الشهادة بعد ما انا قلت لحضراتكم رسالة البنة او رسالة محمود الناجي البنة ايه البنة حكم كبير محمود الناجي حكم كويس جدا بس البنة حكم كبير دي وجهة نظر الراجل ليست بقى شهامة الدفاع ولا الحقيقة انا شرحت لحضراتكم الكصة لان الناس اخدوا المواطيع في كصص والكصص دي لو فضلنا نروح لها لن ينصالح حل التحكيم يعني دوس على البنة دوس على ناجي دوس على محمد ده في واحد عندنا خلصان الدنيا هتمشي لإيه يعني حتى اتحاد الكورة ما طلع حل لاجنة الحكام طب محمد عادل طب الفيديو يا استاذ طب هو عادل غلت ولا ما غلت في مجال النسيان يعني محمد عادل كابتن محمد عادل ده عنده خناء تانية مع نفسه وانا قلت رس جمال علام على الهوى يا عمي اشرح للناس الراجل ده غلطان ولا مش غلطان غلطان عدبه وخلاص مش نهاية العالم عشان نشوف القصة لا فيديو مش هيطلع بس لاجنة الحكام تمشي طب يا عمي تيجنة الحكام فالزورة قعد انت كده بقى ايه فكر مع نفسك فكر اربط عملت ايه انها مشت اربط ان محمد عادل حيقضي واحد من لجنة الحكام اربط انت انت اعد ربط ولف حد يطلع دي قرار قاطع كده تترك لا لازم بقى فيها جزئية نقعد شهور بقى وايام ونشوف مين الظالم ومين المظلوم وايه الموضوع ما تدرش تروح في اي حتة وما تدرش تروح في اي حتة هل انا طالع دلوقت اقول لحضراتكم ان الكرة سليمة ولا انا باشرح الحالة عايزين حضراتكم نقف مع التحكيم نساعد ونزق ناس بقحت في النص هتتظلم احيانا ما تتظلمش احيانا مرة عليك مرة ليك لكن الامانة الامانة تستوجب ان اطلع اقول لك ان محمود البنة ده حكم محترم مليش دعوة بقراره مليش دعوة هو ده اللي شافه حكمه هو في الاخر بني ادم هو مش اهلا قاعد على الفارض خلاص هو الكابتن شاف كده خلاص فيش مشاكل خلاص مش نهاية العالم في الاخر بس كان واجبش هذا للبنة بالذات لان انا راجل ده عشرته كتير يعني عشت معاه بواقف كتير في دور الدرجة التانية وشفته بيتعامل ازاي وفي حتة وشخصية عاملة ازاي وشخصية محترمة ازاي باحتمال انا كابتن محمود ناجي يعني ما تشرفتش قوي بي ولكن كل الناس بيلونه حكم كويس البنة الحقيقة راجل شخصية ودي وجهة نظره ما مش بتاع ضغوط ولا بتاع اي حاجة من اللي ممكن تتقال مباراة انتهت الف مبروك للنادي الاهلي هارض لك لا نادي زد احنا في ظهر التحكيم حتى الاصلاح ما عندناش اختيار تاني اي حد يفتكر ان فيه اي اختيار تاني واي حد يفتكر ان التجاوز فحق احكم او ان انت تدوس عليه حتى لو مخت او ده هيصلح حاجة ده مش هيصلح حاجة خالص